موسيقى أتمنى بتوقيت القدس الشريف نشرة إخبارية من الميادين نبدأها بالعنوة موسيقى نيجيريا تقول إن إيكوس تفضل الحل الدبلوماسي في التعامل مع أعدات النيجير والمجلس العسكري يرفض استقبال وفد أفريقي وأممي الأمم المتحدة تعلن تمديد سوريا السماحة بتسليم المساعدات الإنسانية عبر معبرين حدوديين تركيين لمدة ثلاثة أشهر موسيقى عمران خان يستأنف الحكم بسجنه ولجنة الانتخابات تمنعه من ممارسة الأنشطة السياسية لمدة خمس سنوات مرحبا بكم قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينو بو إن الرئيسة والمجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا إكوس التي يرأسها يفضلان حلا دبلوماسيا وسلميا للتعامل مع ما تشهده الولاد من جهة ثانية أبلغها المجلس العسكري في النيجير إكوس التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي بأنه لا يستطيع المجيئة في الوقت الحالي لأسباب أمنية معتبرا أن السياق الحالية من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هدئة وآمنة وسائل علامة فرنسية نقلت عن مسؤولين نيجيريين قولهم إن رؤساء أركان إكوس اتفقوا على حجد قوة من 25 ألف عسكرية للتدخل المحتمل في النيجير نقلت عن مسؤول رئاسة نيجيرية إصدار بلاده أو إصرار بلاده على أن تكون قائدة للعملية وأنها ستوفر أكثر من نصف القوات التي تنوي التدخل في النيجير إذا لزم الأمر لكن عضو مجلس الشيوخ النيجيري يامي أدارا مودو نفى الأنباء المتداولة عن طلب رئيس البلاد إرسال قوات إلى النيجير قائلا إنه أرسل إلى المجلس مجرد إحاطة إلى ذلك أعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند أنها التقت قادة من المجلس العسكري في النيجير وصف بيان الخارجية الأمريكية مباحثات نولاند مع قادة المجلس العسكري بالصعبة وعشرت نولاند إلى أن البحث تناول سبل الحل الدبلوماسي للأزمة معتبرة أن قادة المجلس العسكري يدركون خطر التحالف مع روسيا وفق تعبيرها وطلبت فرصة للقاء الرئيس السابق محمد بازوم إلى أن هذا الطلب لم يكن ممكن الاتحاد الأوروبي أمل أن تحقق الوساطة في النيجير تقدماً في إعادة النظام إلى البلاد مؤكداً دعمه الكامل لما سيصدر عن اجتماع مجموعة إكواس في هذا الأمر ما زلنا نأمل في الاتحاد الأوروبي أن تحقق جهود الوساطة تقدماً في إعادة الوضع إلى ما كان عليه في النيجير هناك اجتماع استثنائي لمجموعة إكواس بشأن تطورات النيجير وسيجري تنفيذ المقررات التي ستستر عن الاجتماع الاتحاد الأوروبي لطالما أبدى دعمه القوي لقرارات الإكواس وإجراءاتها وجهودها لإيجاد حل للوضع في النيجير في المقابل أجرى المجلس العسكري في النيجير عدداً من التغييرات الحكومية والعسكرية حيث عين الأمين زين علي محمد رئيساً للوزراء أشملت القرارات تغيير مفتشاً عام للجيش ورئيساً جديداً للحرس الرئاسي كما جرى استحداث مفوضية خاصة لسلام والمصالح رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن رئيس الدولة وبحسب المرسيم والمادة واحد عين علي الأمين زين رئيساً للوزراء إلى ذلك حذرت مالي التي أرسلت وفداً مع بوركين نفاسو إلى النيجير لتضامن معها من أي تدخل عسكري في هذا البلد بأنه سيكون كارثة على المنطقة وخلال مراسم حضرها بمشاركة وزيرة خارجية بوركين نفاسو أكد وزير خارجية مالي عبدالله ديوب رفض البلدين أي تدخل في شؤون الداخلية وأي تدخل عسكري خارجي استجابة لمشكلات سياسية داخلية تتعامل بوركين نفاسو ومالي ونيجير منذ أكثر من عشر سنوات مع العواقب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية والإنسانية السلبية لمغامرة النيتو الخطرة في ليبيا نسأل أنفسنا إذا استغرق الأمر عشر سنوات فكم عدد السنوات التي سنحتاج إليها لتجاوز مغامرة أخرى في نيجير أشرون، ثلاثون، أربعون أم خمسون سنة لن نقبل بالتدخل العسكري في النيجير أعلنت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية أن سوريا مددت السماحة بتسليم مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية عبر معبرين حدوديين تركيين لثلاثة أشهر رحبت المسؤولة الأممية بحرارة بقرار الحكومة السورية تمديد السماح باستخدام معبرين باب السلام والراعي حتى الثالث عشر من تشرين الثاني نوفمبر المقبل نفت مصادر ميدانية للميادين ما ذكره المرصد السوري المعارض من أن عشرة عناصر من الجيش السوري قد قتلوا في هجوم شنه تنظيم داعش استهدف حواجز لهم في محافظة الرقة شمالية سوريا المصدر أكد أن هجوما لعناصر داعش استهدف حاجزا للجيش في منطقة معدان اعتيق على الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة ودير الزور أداء لاستشهاد عنصر من الجيش وآخر من القوات الرديفة وأضفت المصادر أن وحدات الجيش والقوات الرديفة أمكنها السيطرة على الوضع في المنطقة بعد التعامل مع المجموعات المهاجمة أكد المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي توميثي هوكينز أن وصول مئات الجنود الأمريكيين إلى الشرق الأوسط هو مقدمة لحضور دائم وغذت الإعلان عن وصول ثلاثة ألاف جندي أمريكي وحاملتي طائرات إلى البحر الأحمر والخليج قال هوكينز في تصريح إلى هيئة البث الإسرائيلي الرسمية أن الهدف الأساسي للقوات الإضافية هو إعطاء مزيدا من الخيارات والمرونة لمتخذي القرار في واشنطن والقادة في الميدان إلى إيران حيث أكد رئيس إبراهيم رئيسي أن بلاده لم تترك قضية الاتفاق النووي والمعاهدات ولا طاولة الحوار وفي كلمة له في ختامية المهرجان الوطني لوسائل الإعلام الإيرانية رأى رئيسي أن العدو يشن على بلاده حربا إعلامية ومعرفية من أجل سلب الأمل من مواطنها لم نترك أبدا قضية الاتفاق النووي والمعاهدات وطاولة الحوار لكن قضيتنا الرئيسة هي أحباط العقوبات وتحقيق الاستقلال الاقتصادي واستثمار إمكاناتنا وطاقاتنا الدول الغربية نكثت عهدها مرارا وقد لمسنا ذلك ولن نثق بها أبدا أما العدو فيحاول أن يشن علينا حربا إعلامية ومعرفية من أجل سلب الأمل من مواطننا ما نؤكده اليوم هو أن استراتيجية الجمهورية الإسلامية مقابل استراتيجية العدو هي بث الأمل في نفوس الشعب تواصل طهران تنفيذ سياسة تحييد أثر العقوبات بمعزلا عن خيار التفاوض المتعثر مع الغرب والتقارير الأخيرة صادرة بشأن تعاملاتها النفطية تؤكد تحقيقها الاختراق في هذا المسار سوى الشاف الأحبور والتفاصيل مؤشر آخر على التمكن إيران من تجاوز العقوبات والتقليل من شأنها فهو ما يسمونه في طهران تحييد أثر الدقوط الأمريكية بعدما تبين أن مصار إلقاء العقوبات عبر التفاوض لا يثمر من جراء التعنت الأمريكي فبفقا لتقارير المؤسسات الدولية وآخرها شركة كبلر لبيانات الطاقة التفعت صادرة النفط الإيراني إلى الصين بمقدار ثلاثة ضعف خلال عام واحد لقد تمكننا من تنفيذ استراتيجية الوصول إلى أسواق أسيوية وخلق مساحات جديدة لبيع النفط الإيراني وذلك بالاعتماد على مبادرات خاصة في إطار السياسة الخارجية التي تتبعها الحكومة الإيرانية يأتي ذلك في ظل مضي إدارة بايدن في المصار نفسه الذي أرسته الإدارة السابقة بشأن العقوبات القصوى ضد إيران عقوبات فردت لتكون السلاح الرئيسي لعرقلة حضور التهران الإقليمي والدولي لكنها وبعطراف المسؤولين الأمريكيين أنفسهم بدأت تفقد تأثيرها الرئيس الإيراني أجرى زيارات مهمة إلى دول أسيوية منها إندونيسيا والصين وأبرمنا اتفاقيات جيدة جدا في هذه الدول نعتقد أن العالم لا يقتصر على أمريكا وأوروبا ونتابع سياسة متوازنة في وزارة النفط التوجه شرقا هو العنوان الأبرز للسياسة إيران الخارجية بدءا من اندمامها إلى منظمة شانكهي للتعاون وصولا إلى إبرام اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين لمدة 25 عاما ما محد الأرضية لارتفاع صادرة إيران النفطية إلى العملاق الأسيوي بينما كان يتوقع كثر أن العقوبات ستجبر إيران على التقديم تنازلات على طاولة التفاوض مع القرب تستعرض الحكومة الإيرانية اليوم قدرتها على التحييد أصل تلك العقوبات سياسة من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة في المعادلة القائمة بين إيران وخصومها سياوش فاللحبور طهران الميادين متواصل هنا بتقديم الثامنة ولكن بعد فاصلا قصير مشاهدين تفضلوا رجاء بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد في ذكرى سنوية الأولى لاستشهد المقاوم الفلسطيني إبراهيم النابلسي عرضت شبكة الميادين خلال برنامج بإجاز صوتية يتوعد فيها شهيد ما يسمى قائد لواء السامرة في جيش الاحتلال روعي تسافاج خلال محاولة فرقة إسرائيلية اقتحام منطقة قبر النبي يوسف بمنطقة بلاطة البلد مطلعة تموز يوليو العام الماضي بتسافAH بتحديدين ف으면 محاولة Sieks كم تحديدين تحديدين بانley حسن في التحديدين تحديدين ف puck تحديدين فيوض يش ف مستحيل دمهم يروح هيك وإذا تطوأ يعني إذا بتفكر أني رايح أنسى أو رايح أسعمى بدون أنت موطان حد جاي يعني طيب طيب في أرضنا المحتلة فلسطين نبقى حيث أعلنت وزارة الأسرة والمحررين مؤصلة إدارة سجون الاحتلال عملية النقل الجماعي للأسرة في ظروف قاسية إلى ذلك أشارت وسائل علامة محلية إلى أن أسرة الجبهة الشعبية لتحذير فلسطين بدأوا خطوات إضالية لمواجهة الهجمة الصهيونية على قيادات الجبهة وكوادرها في السجون واستنكارا للإجراءات المتخذة بحق الأسرة الإداريين والتمديد المستمر لهم لجنة الأسرة الإداريين أعلنت عن خطوات احتجاجية وتصعيدية ضد سياسة الاعتقال الإداري فيما يواصل خمسة أسرة فلسطينيين الإضرابة عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري نسرين سلم عشر سنوات في الأسر أمضح الأسير فادي حمد جلها كان اعتقالا إداريا بمعنى من دون محاكمة أو تهمة واضحة حاله كحال 1200 أسير فلسطينيا معتقلين إداريا عددهم هو الأكبر منذ انتفاضة الأقصى أكثر من 1978 أمر اعتقال إداري أصدرتها قوات الاحتلال منذ مطلع هذا العام ما دفع الأسرة إلى الإعلان عن برنامج تصعيدي ضد سياسة الاعتقال الإداري يبدأ من سجن عوثر غرب رام الله ويمتد إلى بقية السجون الأوضاع في داخل السجن الإسرائيلية هي متوترة المطلوب منها جميعا أن نقف إلى جانب الأسرة داخل السجون الإسرائيلية لإسنادهم في معركتهم المتواصل ويجب أن يكون العمل على مصارا المصار الشعبي والجماهيري لإسنادهم وزيادة صمودهم والمصار الثاني هو المصار الحقوقي والقانوني قرار التصعيد جاء بعد فشل مفاوضات مطولة مع مصلحة السجون بهدف إنهاء سياسة الاعتقال الإداري أو على الأقل عدم التجديد للمعتقلين من خلال الإفراج عنهم أو تقديمهم إلى المحاكمة على مدار الفترة الماضية كان هناك العديد من اللقاءات بين قادة الحركة الأسرة وقادة الأسرة الإداريين وإدارة السجون واستخبارات السجون الإسرائيلية وتم الاتفاق على التخفيف من هذه الاعتقالات والامتناع عن التوسع في استخدام هذه السياسة ولكن لأسف كلها كانت وغدا كاذبة وبالتالي لجأ الأسرة إلى الخطوات التصعيدية خطوات الأسرة بدأت بالخروج الجباعي إلى الزنازين وعدم التعامل مع عيادات السجن والأسيان الكلي والجزئي فيما يوصل خمسة أسرة إدرابهم عن الطعام ضد اعتقالهم إداريا الاعتقال الإداري سلاح بيد إسرائيل يسعى الأسرة لانتزاعه من خلال خطوات احتجاجية وجماعية يأملون أن تحرك الشارع والمجتمع الدولي لإسنادهم نسر سلمي من أمام معسكري بيت إيل الاحتلالي شمال رمالة الميادين على وقع توسع الأزمة الإسرائيلية الداخلية لاحق محتجون على التعديلات القضائية رئيس الحكومة بن نتنياهو إلى مستوطنة نافي أتيف حيث يقضي وزوجته إجازة صيفية الشرطة أغلقت مدخل المستوطنة المحاذية لقرية مجد الشمس في هضبة في الجولان السوري المحتل أمام الذين لا يقضنون فيها فيما قضى عشرات المحتجين الليلة الماضية في معسكر خيام مرددين شعارات منددة بسياسات نتنياهو أعلنت سلطات خيرسون إحباط القوات الروسية محاولة إنزال القوات الأوكرانية في منطقة بلدة كازاتشي لاغيري على الضفة اليسرى لنهر دينيبرو القايم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلادمير رسالدو تحدث عن محاولة مجموعات أوكرانية مسلحة تنفيذ عملية إنزال لقوات خاصة باستخدام الزورقين على الضفة اليسرى لأنهر قبل أن يجري إحباطها إلى ذلك أكد الجيش الروسي قصف مركز قيادة عسكري أوكراني في بوكر فوسك في دانيتسك حيث قتل سبعة أشخاص على الأقل في ضربة مزدوجة على مباني مدنية في المقابل على سلطات أوكرانية سقوط عدد من القتلى وأكثر من ستين جريحا من بينهم نحو ثلاثين شرطيا في قصف صاروخي روسي في بوكر فوسك في منطقة كراس نارميسك في جمهورية دانيتسك شعبية أصب مركز القيادة المتقدم للمجموعة المشتركة للقوات الأوكرانية وجرى تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة للمدفعية من الأولوية الميكانيكية التابعة لقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة زاباروجي وشيرينشيني ونيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف هذا وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض خمسة صواريخ من طراز هايمرس كما جرى تدمير سبعة عشرة طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق عديدة في جمهورية لوغانس الشعبية وجمهورية دانيتسك الشعبية ومقاطعتي زاباروجي وخيرسون أعلنت دول جوار السودان وضع خطة عمل تشمل تنظيم حوار لحل الأزمة المستمرة هناك وذلك في بيان ختمية للاجتماع الذي عقد بالعاصمة شديا جامنة البيانة شارع إلى أن الخطة تضمن أيضا العمل لتحقيق وقف نهائي لإطلاق النار وأكد ضرورة إنشاء مستودعات إنسانية في دول الجوار لضمان سرعة نقل إمدادات الإغاثة ورعاية الطبية للمحتاجين إليها في السودان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت ترد الأوضاع الصحية للاجئين السودانيين مع تجاوز عددهم الأربعة ملايين الشخص المفوضية شددت في بيان على ضرورة تأمين مزيد من التمويل لتوفير المساعدات المنقذة للاجئين وأشارت إلى أنها طالبت بتوفير مبلغ بقيمة 566 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدة لهم في البلدان المجاورة للسودان في حين لم يتوافر سوى 29% من المبلغ فقط إلى ذلك قال منصق الطوارئ لبرنامج الأغذية العالمي للاجئين من السودان أمين العالمين قال أن أكثر من 350 ألف لاجئ سوداني عبروا إلى شرقي تشاد مؤكدا تقفاقم الأوضاع الإنسانية نشهد وضعا مقلقا هنا في تشاد عبر نحو 350 ألف لاجئ سوداني إلى الجزء الشرقي من تشاد وهو ما ندعمه في الوقت الحالي هذا إضافة إلى 600 ألف لاجئ يتواجدون هناك الوضع آخذ في التدهور من حيث الأمن الغذائي والتدهور الاقتصادي وسوء التغذية تأثير النزاعات المحلية والعالمية له آثاره عندما يتعلق الأمر بالتحديات التي نواجهها هنا لدعم هؤلاء الأشخاص حاليا يعمل برنامج الأغذية العالمي مع شركاء آخرين لتوفير الوقاية من سوء التغذية للأطفال والنساء واللاجئين إلى باكستان حيث قررت لجنة الانتخابات منع رئيس الوزراء الأسبق عمران خان من ممارسة الأنشطة السياسية لمدة خمس سنوات وفق ما أفادت وكالة رويترز يأتي ذلك في وقت يسعى محامو رئيس خان لتقديم طعون قانونية في الحكم الصادر بسجنه كما جرى تقديم التماس لطلب حبسه في زنزانة أفضل من الزنزانة الحالية التي أفاد بأن حالتها مزرية ولا تتجاوز مساحتها مساحة سجادة صلاة طعننا في حكم تشخانة وطلبنا السمحة للسيد خان بالفئة ألف بدلا من الفئة جيم التي حصل عليها وطلبنا كذلك السمحة لمحاميه وأطبائه وأفراد أسرته وقادة الحزب الكبار بمقابلته قمنا بتمثيل رئيس الوزراء السابق أمام المحكمة العليا في إسلام أباد في قضية طلب فيها الرئيس منحه الحقوق المستحقة على النحو المنصوص عليه في قواعد السجون الباكستانية بيتوازي أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حل الحكومة في التاسع من أب أغسطس الحالي وأنه سينقل مهام السلطة إلى حكومة انتقالية ستعمل لتسيير البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة بعد 14 شهرا على ترأسه الحكومة الباكستانية يحل شهباز شريف حكومته ليكون رئيس الوزراء الثالثة والعشرين لباكستان عمد شهباز شريف خلال ولايته إلى العمل على التنمية الاقتصادية المبنية على علاقات مع الصين وروسيا خصوصا لتقع باكستان في تحدي التوازن بين علاقاتها مع الصين وروسيا من جهة وأمريكا وأوروبا من جهة أخرى إن كل القيادات السياسية في هذا المستوى لابد أن يكون لديهم نفور من فساد النظام وفي إدارة الانتخابات حتى نجري انتخابات نزيهة وحتى يعالج الفساد داخل النظام الملف الأمني الذي ظهر على أنه أزمة داخلية بدأ مع إعلان حركة طالبان الباكستانية وقف هدنتها مع الحكومة الباكستانية لتدخل البلاد معها في سلسلة من عمليات استهداف لمراكز الشرطة في المناطق الغربية خصوصا مع عدة تحديا لم تتمكن الحكومة من إنهائه ووقف تصاعده ما يتعلق بالحكومة أنا أعتقد أن كل المواطنين الباكستانيين غير مرتاحين لها فالغلاء ارتفع إلى مستوى فوق تصورنا والوضع المعيشي بات صعبا جدا على المواطنين إلا أن الاتلاف المؤلف من حزب الشعب وحزب الرابطة الإسلامية الذين كان أعداء الماضي عدال أكثر وآمن ولا سيامة في التصدي للمعارضة المتمثلة في زعيم حزب إنصاف والتمكن من إبعاده من المشهد السياسي يأمل المواطن الباكستاني أن تنتقل السلطة إلى من يمكن إخراجه من أزماته الاقتصادية والأمنية وتحسين وضعه الاجتماعي أمال تبقى معلقة بعد إنهاء الحكومة الحالية عمالها ليبدأ التطلع إلى الحكومة المقبلة بعد أن تحدد كل من لرجنت الانتخابات والحكومة الانتقالية والمحكمة العليا موعد الانتخابات العامة بكر يونيس اسلام أباد الميادين بعد نصل إلى ختام الثامنة نذكركم بعنوينها نيجيريا تقول أن إيكوس تفضل الحال الدبلوماسي في التعامل مع أعداث النيجير والمجلس العسكري يفرض استقبال وفد أفريقي وأممي الأمم المتحدة تعلن تمديد سوريا سماح بالتسليمي المساعدات الإنسانية عبر معبرين حدوديين تركيين لمدة ثلاثة أشهر عمران خان يستأنف الحكمة بسجنه ولجنة الانتخابات تمنعه من ممارسة العنشطة السياسية لمدة خمس سنوات دائما المزيد من الأخبار والتقاريض اضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت الميادين دات نت باللغة العربية اضافة لموقع الميادين باللغة الإنجليزية وموقع الميادين أيضا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء